موسيقى ايضا في انتظار صفيرة الحكم ماجد الشمراني الحكم اللي بدأ في التحكيم منذ عام الفين وخمسة وانضمن التحكيم للاتحاد السعودي بداية من عام الفين وعشرة يعطي الاذن لانطلاق دقيق هذا اللقاء الطبال يحاول انطلاق محمد الطبال محمد الطبال داخل منطقة الزيزاء كرة مصلحة الاهلي تطول ركنية مصلحة فريق الاهلي تزال داخل منطقة الزيزاء فرصة والتزديد والكرة خرج الملعب تعود من عامر التورغي من جديد كرة مصلحة فريق النصر سالم المسلاتي حاول المباغة والكرة تتهدى لوسيانو كذاك في رسيدة خمسة داب رغم كونه لعب وسط ميدان تعود من منصور رزق مصلحة فريق النصر على حفظ منطقة الجزاء الكرة تدور كما يجب أجياء عرضية والمتابعة من الدفاع يتم التنفيذ كريم التواتي المدرب التونسي الطبال كرة مصلحة فريق الاهلي تعود من محمد التهامي ولا حاكم قريب الحاكم يرفع بطاقة الصفراء للعبية والعياد يلعب كرة ممية باتجاه عامر التورغي كرة مصلحة فريق النصر داخل منطقة الجزاء عرضية فرصة ومتابعة جيدة من بدر حسن تابع لقطة الاعادة اسيام في التمرير عامر التورغي يستلم يدخل داخل منطقة الجزاء يلعب كرة عرضية وبدر حسن في المكان الصحيح نشنوش يتدخل محمد لبقي اللعب المغربي يلعب كرة أمامية باتجاه محمد الطبال أخطر لعبي فريق الاهلي الطبال في مراوغة أولى ومتابعة جيدة بعد السلبي دون هداف حتى الآن كرة أمامية نشنوش في المتابعة يفتح لعب باتجاه محمد الطبال الطبال عرضية والكرة تنصدم بالعرضة فرصة لمصلحة فريق الاهلي في التمرير الطبال والصالح الطهر والكرة تعود من العارضة الوفقية أخطر فرصة لقاح شرارة لعب الكرة عرضية صالح الطهر كما جاءت والكرة تصدم بالعارضة يفتح اللعب على الجهة اليومنا باتجاه إسيان كرة مصلحة المصر فرصة وانشنوش في المتابعة تبادل كرة بشكل جيد التمرير والسلم روما في المتابعة المغسي والمتابعة من محمد مونير المغسي لازال يحتفظ بالكرة يرفع كرة داخل منطقة الجزاء رأسية والمتابعة من أحمد التربي خطورة من اللعب النيجيري ببعيدة عن مرمى فريق النصر لفقية ويتدخل جواد جواد رزق في الإبعاد بشكل جيد كرة تعود لمصلحة النصر يلعب الكرة باتجاه عمر التورغي التورغي في التزديد والكرة تصدم بمؤيد جدور لتكون ركلة لمصلحة فريق النصر يترك الكرة للبرازيلي رأسية ونشنوش على مرتين نشنوش على مرتين رأسية كانت تحمل خطورة تفعي الكرة ورأسية روما تجد تقلق لحرص المرمى محمد نشنوش مصلحة العلي أيوب أيوب عياد في مرأة أولى أيوب يفتح لعب تجاه الطبال كرة مصلحة العلي فرصة والتزديد والكرة ركلة مرمى فرصة لمصلحة محمد الطبال ولمصلحة فريق العلي أحمد المغسي فرصة وهدف هدف لمصلحة فريق النصر عن طريق النجيري جونيور أجاية يتمكن من مغلطة محمد نشنوش وأحرز الهدف الأول في هذا اللقاء إذن تتغير نتيجة فريق النصر يتقدم بهدف مقابل الشي عن طريق نجمه النجيري جونيور أجاية عملية التفاف بالمدافع منصور رزق والتزديد باليسرى باتجاه الطبال الطبال كرة لمصلحة الأهلي فرصة متابعة جيدة من التهمي تابع لقطة الإعادة أيوب والفقية والتهمي بامتياج فاتح اللعب على الجهة اليوم من دفاع فريق الأهلي لمصلحة فريق النصر والمتابعة من منصور رزق لزارة الكرة داخل منطقة الجزاء الباحث عن سلم روما التزديد كما جاءت والمتابعة من نجنوش فرصة لمصلحة فريق النصر التزديد كما جاءت الكرة الثانية والخطورة دايماً وابداً تجد طالق من قائد وحرص مرمو فريق الأهلي محمد نجنوش التزديد من التهمي التهمي يلعب كرة أمامية باتجاه الطبال 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 والكرة عرضية ومتابعة من الدفاع الأهلي أخطر في هذه الدقائق الأهلي يبحث عن هدف التعادل الطبال السريع والخطير على الجهة اليمنى من دفاع فريق النصر جواد رزق خروج موفق تدخل علي السلامة بشكل جيد خبرة لعلي السلامة يحاول الانطلاق علي السلامة الطبال داخل منطقة الجزاء رأسية كانت تخادع الحارج جواد رزق كرة لمصلحة سيان لمصلحة النصر التزديد والكرة بين يدي محمد نجنوش كرة قريبة من مرمو النصر ما كانتش بعيدة راكلة مرمو ما كانتش بعيدة عن مرمو الحارس جواد رزق مدرب فريق الأهلي الترهوني عبدالله العروفي رأسية فرصة هدف أني السلطو يتمكن من حلس هدف التعادل ومن غير أني السلطو صاحب الأهداف القاتلة السلطو يتمكن من حلس هدف التعادل في مرمو فريق النصر من حلس هدف التعادل تابع لقطة الإعادة عملية التفاط وضع الكرة في الزاوية البعيدة لا يتحمل المسؤولية حقيقة جواد رزق السلطو الخطير بكرة ماكرة لمصلحة الأهلي مآب أيوب من اللمس الأولى لفقي رأسية وجواد في المتابع لمصلحة يحيى زليطني اللعب لدخل بديل في الشوت الثاني زليطني في مراوغة أولى يحيى يلعب كنا أرضي هدف هدف ثاني وهناك حالة تسلل هناك حالة تسلل على المهاجم التونسي عماد الواتي كامل فار في مباريات السوداسي التتويج لتحديد من سيكون بطل للدور الليبي الممتاز لهذا الموسم الحكم يوجود حالة تسلل ركلة حرة غير مباشرة وثلاث دقائق كوقت مبدد يحتسبها الحكم السعودي مجد الشمالاني يرفعها الحكم الدولي محمد الزروق زليتني يلعب كرة عرضية تجد محمد نجنوش صفرت نهاية هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بادر بالتجهيل فريق النصر عن طريق نيجيلي جونيورة جاية وعدل الأهل يانيس سلتو ليتحصل كل فريق على نقطة في رسول ترجمة نانسي قنقر